طيب يلا بسم الله ناخد احنا اخدناش الدرس ده صح لا ما بلشنا فيه طيب الدرس تاني هو احتمال الحوادث نتعرض لثلاث مفايد الحوادث المتنفية والمتممة والمستقلة طيب اول حاجة الحوادث المتنفية يعني ايه حوادث متنفية يعني حادثين لا يمكن وقوعهما في نفس الحدث زي ايه مثلا لو قال اننا رميت مكعب ارقام مكعب مرقم من واحد الى ست طيب الحوادث المتنفية بل هي ايه يعني معناه انه يظهر معاك رقم زوجي ورقم فردي في نفس الرمية هل ممكن ده يحصل هل ممكن يظهر رقم زوجي اللي هي اتنين او تلاتة او ستة ورقم فردي في نفس الرمية يعني رميت مكعب ارقام مرة واحدة ممكن يحصل كده ولا يحصل ايه حاجة منهم مكعب واحد مكعب واحد مكعب واحد اه لا ما بيظهر الا يا اما رقم زوجي يا اما رقم فردي ايه فده معناه ايه دي الحوادث المتنفية حدث عكس التاني في نفس الرمية او في نفس الايه الحدث يعني القاء قطعة نقود او تدوير مؤشر قرص خلينا نشوف المثال اللي معنا طيب احتمال الحوادث المتنفية ده بيكون بقى صفر طالما اللي اتنين ما ينفعش يحصلوا مع بعض يبقى صفر اللي بيعبر عنهم كلمة واو يعني احتمال زوجي وفردي في نفس الرمية لمكعب واحد صفر كلمة واو ديت اللي ايه هقول له صفر لان في كلمة تانية بيقول او خلينا نشوف المثال اللي معنا رميت مكعب ارقام متزم ورقم من واحد لأستة مرة واحدة خلي بالنا من كلمة مرة واحدة دي ليكن ايه ده حدث يمثل ايه ظهور عدد زوجي طيب وفي قد تيه ده ايه حدث تاني يمثل ظهور ثلاثة او خمسة يعني انا عندي حدثين يا اما ظهور عدد زوجي والحدث التاني ظهور ثلاثة او خمسة طيب الشقة ايه من السؤال بيقول محتمال ظهور عدد زوجي او ظهور ثلاثة او خمسة يعني الحدث الاول عدد زوجي والحدث التاني ظهور تلاتة او خمسة. وبينهم ايه كلمة او. طالما قال كلمة او ديت يعني بجمع الاحتمالات. بجمعهم الاتنين مع بعض. ايه هي متنافية بس مش هتساو صف. ليه? لانه قال دي او دي. ليه? ممكن يحصل معايا عدد زوجي او عدد فردي. عادي. يعني ممكن يظهر معايا في الرمية الوحدة. عدد زوجي او تلاتة او خمسة. ماشي. طيب ظهور العدد زوجي ده احتمالها كم? احنا فاكرينها. ها النواتج كلها ستة. يبقى العدد الزوجي تلاتة من ستة. طيب ظهور تلاتة او خمسة? ها اتنين من كم? من ستة. يبقى مجموعهم بيساوي خمسة على ستة. طيب ده احتمال الحدسين. اللي هو احتمال الحدس اللي هو ايه? او تي. احتمال ايه او تي? هيساوي ايه? مجموع احتمال الحدسين. طالما قال لي كلمة او. طيب لو قال لي بقى كلمة خلينا نشوف كده. البي ده بيقول في ايه? اه رميت مكعب ارقام منتظما مرقما من واحدة الستة مرة واحدة برضو. ما احتمال حصولك على عدد زوجي وعلى تلاتة او خمسة. شوفي بقى الحدسين مثلا. ولكن الاول ده ايه? والتلاتة او خمسة ده اسمه ايه? بينهم ايه? واو. هل يمكن اننا نحصل على الحدسين مع بعض? ممكن ولا لأ? جاوبوني. لا اذا رمينا تنين للحدث انه ممكن يطلع عنا فردي وزوجي. اه حجرين. لا لا انا رميت هو مكعب اهو. وقال لك ايه? هو قرم اتنين ولا قرم واحد? رميت مكعبا منتظم. مقالش اتنين. مكعب واحدة او. مرة واحدة. معناته يا اما زوجي يا اما فردي. هل يمكن الاتنين مع بعض? ينفع حرف الواو ده بينهم? دا. طيب يبقى. دا. مع بعض دات يبقى صفرة على طول. واو ما ينفعش. ما ينفعش ياطف بين الاتنين. او اجمع بين الاتنين في نفس الايه? المرة الواحدة. يبقى الاحتمال اي واتي صفر. طالما اي وتي اه حوادث متنافية وبينهم حرف الواو يبقى صفر. طب لو كان قال لي بقى او. لحظوا بقى الفرق. او ديت عادي. اشوف احتمال الاول واحتمال التاني واجمعهم مع بعض. طبا. نقول لها حتى وقال هنا ايه? يكافئ احتمال ايه? زائد احتمال تي. اللي احنا اقول لها. طيب. رماية مكعب منتظم مرقم من واحد الى ستة مرة واحدة. ما احتمال عدم ظهور عدد زوجي. عدم ظهور عدد زوجي اللي هي ايه? عدد فردي. اللي هي تلاتة. اللي هي تلاتة على ستة. اللي هو غير الفردي يعني. يعني مثلا لو قال لي لو انا عندي مؤشر كده. مرقم. مرقم من واحد الى سبعة مثلا. بيقول لي ما احتمال عدم ظهور عدد زوجي. هيكون كم؟ تلاتة من سبعة. عدم ظهور عدد زوجي. العدد الزوجي الاول احسبيها. اتنين واربعة. ستة. ستة. ده الاعدد الزوجي. اللي ليست زوجيه كم بقى? اربعة. اربعة. يبقى عدم ظهور عدد زوجي يبقى اربعة على سبعة. اللي هو الحدس الايه? المتنافي مع الحدس الاصلي. مين اللي متنافي مع الزوجي? اللي هو العدد. اللي هو. في حالة. او في حالة ايا كان بقى يعني ده هستسني الزوجي. واشوف الباقي النواتج ايه? نستسني الزوجي ونشوف باقي النواتج. يعني مسلا لو عندي ايه? آآ عندي كده صندوق في عدد من الكرات. في مسلا تلات كرات حمراء. وخمس كرات زرقاء. وسبع كرات صفراء. وقال لي ما احتمال انت آآ يعني سحب كرات. يعني سحب كرات. ما احتمال ان تكون ايه? ليست زرقاء. احتمال ان تكون ليست زرقاء. هتبقى كم بقى? بتكون آآ. ثلاثة وسبع. اه طعش على. على كم? على خمسة عشر. على خمسة عشر على خمستاش ممتازين. طيب تعال نشوف بقى محاول ان تحل ديت. محاول تحل معي كده. يحتوي صندوق علامات كرة متمثلة. تلاتين منها ارجوانية. وعشر كرات برتقالية. اذا سحبت آآ احد احد الكرات عشوائي من الصندوق محتمالك كل من الحدثين التاليين. طيب انا عندي ايه? مجموعة من القرات. آآ في مية. في تلاتين ارجوان اللون. وعشر كرات برتقالية. يبقى كده متبقى ستين. مش عارف آآ معلومات عنه. مفيش معلومات عن الستين. طيب خلان نشوف اول سؤال بيقول ايه? ان تكون الكرة ارجوانية او برتقالية. ارجوانية او برتقالية. ها. هتبقى ايه? ايه? نكتب يعني عدد النواتج. عدد النواتج على العدد الكلي. اربعين من مية. عبير قالت اربعين من مية. عدد النواتج هيكون كمي اسمك. ها? كلامك صح مزبوط على العدد الكل. ايه ايه عشرة زائد تلاتين على مية صح? مزبوط. الاتنين اجابتكم صح. باحتمال ارجوانا او برتقالي هيكون عشرة زائد تلاتين على عدد النواتج الكل. يعني اربعين من مية او اللي هي ممكن اقول عنها ايه? اربعة من عشرة. بعد التبسيط. طيب بي. ان لا تكون ارجوانية ولا برتقالية. ستين على مية. ممتازة. اللي هو العكس بتاعه. اللي هي ايه? ستة من عشرة او ستين على مين? مم. ليه? الارجواني والبرتقالي اربعين. يبقى النفي بتاعهم. آآ ستين. او اللي عكسوهم ستين. ماشي? هنا ايه? بيلخص. ده معناه بقى اللي هي الستين والاربعين دول اسموهم المتممة. عشان المصطلح المتممة يزهر معنا. يعني الاربعين اه ارجواني وارتقالي. يبقى المتمم ليهم عشان اوصل للمية اللي عكسوهم. الستين. دي اسموهم ايه? لما يكون في حدثين متنافيين كل حدث بيتمم الاخر. كل حدث متمم للاخر. اه الملخص هو سريعا اه احتمال او او ديت بنجمع الاحتمالين. لو قال لي واو لحدثين متنافيين نركز. لازم يكونوا حدثين متنافيين. وبينهم واو يبقى الاحتمال بتاعهم صفر. طيب المتممة هي تسمها ايه? اللي هي تسمها ايه شرطة. يعني لو عندي احتمال حدث اللي احنا قلنا عليه اربعة من عشرة. شوف القانون بتاعها قالك ايه. يبقى الاحتمال المتمم هيساوي واحد ناقص الحدث. يعني واحد ناقص اربعة من عشرة اللي احنا جبناها ستة من عشرة. على المثال السابق. لو احتمال الحدث ايه? الحدث ايه هو? بيساوي اربعة من عشرة. يبقى الحدث ايه داش اللي هو المتمم واحد ناقص اربعة من عشرة اللي هي ستة من عشرة اللي احنا جبناها ستين في المين واضح يحتوي هدف صنعه طالب على مربعين متداخلين افترض ان فرص استقلال كرة لا ثقة على اي مكان في الهدف لها نفس امكانية الحدوث ما احتمال استقرار الكرة داخل احد المربعين او داخل كلايهما طيب انا عندي مساحة كلية اللي هي كم ستين عرضها ستين في ايه في طولها اه عشرين ديت المساحة الكلية اللي انا ايه بستهدف فيها او ديت اللي هتبقى في المقاوم يعني انا بيبقى عندي ايه مش هيبقى عندي عدد النواتج الكل بيكون في المقاوم وفي البسط اللي انا محتاجه طيب النواتج الكل بقى اللي هي ايه المساحة الكلية دي اللي هي عشرين في ستين طيب اه هو عايز ايه في حدثين احتمال استقرار الكرة داخل احد المربعين او داخل كلايهما كلمة او ديت معناها ايه هجمع داخل احد المربعين ده احتمال داخل كلاهما ده برضو ايه احتمال اخر او حدث اخر هجمع اللي احتمالين مع بعض طيب داخل احد المربعين طيب انا المربع عندي كم المربع 10 ف10 10 سنتي ف10 سنتي يبقى مساحة المربع الواحد 10 ضرب 10 بيساوي كم 100 طيب يبقى مساحة المربعين بيساوي 200 مساحة المربعين هيساوي 200 ماشي ده اللي هو ايه اه داخل احد المربعين طيب طب هل المربعين دول في بينهم مساحة مشتركة فيه اللي هي خمسة في خمسة اللي هي داخل كلاهما كلاهما ديت اللي هي خمسة ضرب خمسة ديت المشترك يبقى الاحتمال المشترك اللي هو خمسة وعشرين طيب احتمال بقى داخل احد المربعين هل هيكون متين ولا اقل من متين هيكون اقل من متين ليه داخل كلاهما المساحة المشتركة اللي هي خمسة وعشرين طيب يبقى داخل الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ايضا. خمسة وسبعين. زائد خمسة وسبعين بيساوي مية وخمسين. مية وخمسين ديت بتعبر عن ايه? داخل احد المربعين. واضح ولا مش مفهومة? قلولي لو في حاجة مش مفهومة عشان انا يعرف. وهي تختلف عن اللي بنعرفهم بس ما بعرفها. هي واضح الشرح اللي انت شرحته. بس ما بعرف كيف رح يجي السؤال نفس الطريقة هاي? احس انا شوي كده. احس لا خبطت بس لو نعيد مرة ثانية. اه مش زي المسائل اللي اخدناهم اه. اه هي مش زيهم اه مختلفة شوي. ايه بالزبط. ايه ولا انه بيقول هي هي زيهم بس الفكرة انه معتمد على المساحة يعني. هو اشوفي بيقول ايه? في هدفه اللي اه فيه كرة عندي. الكرة دية عايزها تستقر داخل احد المربعين. يعني داخل ايه او بي. او داخل كلايهما. طيب داخل كلايهما فين? يعني المساحة المشتركة ما بينهم. هم متقطعين مع بعض. صح? في مساحة مشتركة صغيرة اهي. اللي يعني. اللي هي خمسة في خمسة. ايوة. 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 اه. يبقى دية داخل كلايهما خلينا نتفق بقى. داخل كلايهما دي انا عندي حدسين. داخل احد المربعين والحدث التاني بينهم اوهيت. داخل كلايهما. طيب داخل كلايهما ديت اللي هي كان بقى? خمسة في خمسة. يعني انا هعبر عنها بالمساحة. ليه? ما عنديش حاجة تاني عبر بيها. هو هو مديني ابعاد. ستين في عشرين. مساحة البرد كله. اللي هو باللون البني ده. او البني الفاتح. ستين في عشرين. المساحة الكلية ستين في عشرين. اللي هي الف ومتين. طيب. هو عايز بقى يعرف اه انا بصوب دلوقتي على مساحة. الكرة ديت برميها في مساحة. اللي هي عشرين في ستين. عايز اعرف بقى الجزء اللي هو مشترك ده كلايهما ده يعبر عن كام من المساحة الكلية. هو ده اللي احتمال. اه. الجزء اللي هو ده خمسة في خمسة. اللي هو خمسة وعشرين. المساحة المشتركة خمسة وعشرين. اللي هي داخل كلايهما. خمسة وعشرين ديت اه اعبر عنها ازاي بقى? بالقسمة على الف ومتين. يبقى ده اللي احتمال الاول. احتمال داخل كلايهما. طيب احتمال داخل احدهما. يعني داخل المساحة الزرقاء او الصفراء بس خارج المربع اللي هو البرتقاء اللي باللون الاحمر ده طيب خلينا نشوف الجزء ايه او المربع ايه المربع ايه مساحته كم عشرة في عشرة يعني مية مية لما احذف منها المساحة المشتركة المساحة المشتركة 25 هتكون 75 طيب المربع بيه اللي هو الازرق نفس الكلام عشرة في عشرة ابعاده عشرة في عشرة عشرة في عشرة مية ناقص المساحة المشتركة 25 يعني ساوي 75 يعني داخل احد المربعين 75 و 75 اللي هي 150 داخل احد المربعين اللي هي المساحة 150 على المساحة الكلي على 1200 طيب او داخل كلاه هما قلنا دي معناه ان انا هجمع هجمع كم بقى 25 يبقى مية وخمسين زائد 25 على 1200 ماشي الحال اه ماشي الحال ان شاء الله هنشأل الله التسهيل خلانا شوف المسال ده هيوضح اكتر هي مسألة سهلة يعني نفس الكلام اللي احنا ارنيت بنقول عليه هو عبر بالمساحة احنا قلنا ليه لان انا بصوب على مساحة يعني الهدف ده هيستقر فين لو انا بصوب على جدار الجدار ده ليه مساحة طيب يبقى المساحة الكلية هو ده الايه عدد النواة يجي لكل اللي احنا كنا بنقوله في المقام طيب اللي مطلوب منك بقى الهدف اللي انا بصوب عليه ده اللي هيكون في البسط بيعبر عن كام من الايه من المساحة الكلية بس خلينا نشوف المثال ده تلعب ليه بالفيديو على ششة كمبيوتر مستطيلة ابعدها 34 في 20 يبقى ده المساحة الكلية المساحة الكلية اللي هي 34 في 20 يعني كم 680 سنتيمتر امرا وتمثل سفينة فضاء بدائرتين متداخلتين طول نصف قطر كل منهما 6 سنتيمتر طيب خلينا نرسم دائرتين متداخلتين ادي الدائرة الاولى ودي الدائرة التانية طيب هو كان بقوله شاشة البتاعة ده مستطلة الشكل ادي شاشة الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر داخلها دائرتين متداخلتين طول نصف قطر كل منهما 6 سنتيمتر نصف القطر 6 سنتيمتر يعني مساحة الدائرة الواحدة كم مساحة الدائرة هتساوي نصف باي ار تربية باي اللي هي موجودة على الالحزبة والار اللي هي 6 نصف القطر يعني 36 في باي باي اللي هي اللي هي بتساوي تقريبا 113 واحد من 10 ده مساحة الدائرة الواحدة طيب ومساحة منطقة التداخل 20 سنتيمتر ادي منطقة التداخل نفس المسألة اللي فاتت على فكرة منطقة التداخل لذا ايه حددتها باللون اللي ازرق دي ديت مساحة 20 طيب فرص فضائية اللي بتمثل بدائرتين متداخلتين نصف قطر كل منهما 6 يعني مساحة الواحدة فيهم 113 طيب تقدروا تفكروا فيها كده هلأ هلأ احنا بدنا نقطع يعني منها العشرين بالمية هي هاي اللي بين الدائرة العشرين ديت اللي هي المشتركة اه مشتركة بين عشرين دي مشتركة بس هو عايز بتاعة السفينة كلها يعني ان السقب هو فيه سقب كده لونه اسود بيتحرك نقطة كده سوداء بتتحرك بتتحرك في الشاشة بقى احتمال بقى ان هي تقع داخل الدائرة دون فكروا فيها زي المسألة اللي فاتت هلأ مساحة ها حكينا الوحدة فيهم اربعة وثلاثين هاي الشاشة الشاشة كلها ستمائة وثمانئين مساحة الكلية الدائرة قطرها بيكون ست سنتيمتر ومساحة منطقة تداخلها عشرين سنتيمتر هلأ بدنا نحكي ست في ست على ايه هي اللي ستة في ستة لا هي ست سنتيمتر زائد اه نصف القد انا حسبت دائرة خلاص يعني وفرت عليكم الخطوة دي مساحة الدائرة الوحدة اللي هو الرقم ده اللي هو مية وثلاثتاش مية وثلاثتاش اه ده مساحة الدائرة هنا عايز الهدف ده يستقر داخل السفينة الفضائية يعني داخل الدائرة هاي بقى احتماله كم بقى من كم كم من الستمائة وتمانين خلين مياه استاذ استاذ يعني النقص من ستمية وثمانين مية وثلاثتاش عشان نعرف كم بقى قصدك كده لا لو نقصت يبقى كده الهدف هيكون خارج الدائرتين انا عايز الهدف داخل الدائرتين هو كأنه بيسألك الدائرتين دول بيمثلوا كام من المساحة الكلية بس السؤال بساط الدائرتين اللي هم السفنة الفضائية يمثلوا كام من المساحة الكلية فهمتوا السؤال يكون ضرب صح استاذ هيكون قسمة مش ضرب هتقسمي مساحة الدائرتين على المساحة الكلية مساحة الدائرتين اللي هي مية وثلاثة عش على ستمية وثمانين لا مش هتبقى كده بقى مانا عندي مساحة الدائرة الواحدة مية وثلاثة يبقى مساحة الدائرتين أضرب في اتنين 26 واتنين من عشرة طيب 26 واتنين من عشرة لكن بقى في ايه في مساحة مشتركة اللي هي عشرين يعني العشرين ديت انا حسبتها مرتين لو حسبتها في دايرة يبقى مش هحسبها في الدايرة التانية ليه هي كده مرتين هي الدائرة الواحدة مية وتلاتاشر طيب الدائرة التانية برضو مية وتلاتاشر لو جمعتهم مع بعض ايطلع بالشكل ده متين ستة وعشرين بس المتين ستة وعشرين ديت فيها جزء متكرر فيها جزء متكرر فانا هحسب دايرة والدايرة التانية هحزف احزف منها المساحة المشتركة يعني خليها مثلا نسمي الدايرة ديت ايه الدايرة ايه ديت هحسبها كلها على بعضها بكم بمية وتلاتاشر وواحد من عشر طيب زائد بقى ايه المساحة المتبقية دي العشرين لأ اللي هي اللي هي الدائرة التانية بقى الدايرة التانية نقص المساحة المشتركة مية وتلاتاشر نقص عشرين يعني هاجمع اللي هو المجموع اللي احنا جبناه ده متين ستة وعشرين وانقص منه عشرين تاني يعني هيكون متين وستة تقريب تلاتة وتسسعين بيضل كم؟ تلاتة وتسسعين هيكون بقى نقص عشرين يعني متين وستة متين وستة اه انت من المجموع الكلي انا فكرت عن مية وتلاتاش لحال كنت بدأس متين وستة واتنين من اه 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 ايو تماما تلاتة وتسعين زائد المية وتلاتاش هيكون متين وستة يبقى متين وستة ده المكان اللي هيستقر فيه الهدف المكان اللي هيستقر فيه الهدف بقى يمثل كم من المساحة الكلية بالقسمة يعني الجزء ده بيمثل كم؟ اقسم متين وستة على ستمية وتمانين متين وستة واتنين من عشرة على ستمية وتمانين هيساوي تقريبا تلاتين في المية او تلاتة من عشرة مش الحل يعني ايه هي فكرة جديدة بس الفكرة واضحة ولا يعني مسألة جديدة ايه واضحة استاذ بس انا حس شلون اعرف بالاختبار ان قسمة او ضرب ايه ده اقولك حاجة انت لما تجي تجيب احتمال مثلا عدد زوجي لما اجي اجيب احتمال عدد زوجي في مكعب ارقام بعمل ايه بقسم ولا بضرب ها كون قسمة؟ قسمة بقسم التلاتة ها على ستة تلاتة فوق وستة تحت ايه دي نفس الكلام مفيش اختلاف ايه نفس نفس السؤال احتمال هو بيقول اهو ايه القرة في المساحة البنية دي كلها في المساحة اللي هي الف ومتين طيب القرة دية عايزة تستقر داخل احد المربعين يبقى هاقسم احد المربعين على مين على المساحة الاجمالية ده اللي احتمال بتاعي احتمال انها تستقر في الجزء الاصفر يبقى الجزء الاصفر ده انا عايزة عرب بقى هو بيمثل كم من المساحة الاجمالية يمثل كم دي معناها ايه ان انا هاقسم اللي هي الجزء الاصفر على الجزء اللي ايه الاجمالي مش الحل وخلي بالي بقى من المساحات المشتركة المساحة المشتركة ديت بحزفها دي لانها بتتكر بحزفها لانها بتتكر هنا داخل احد المربعين داخل احد المربعين ديت معناها ايه الجزء الاصفر فقط زائد الجزء الازرق فقط من غير المساحة المشتركة اللي اصفر فقط احسبه واطرح منه ايه المساحة المشتركة والازرق فقط احسبه واطرح منه المساحة المشتركة طب لو قل داخل المربعين مع بعض يعني لو المربعين دول بيمثلوا مثلا اه اه هدف المربعين بيمثلوا هدف يبقى احتمال انها تستقر داخل المربعين ها هاحسب مساحة مربع ومساحة المربع التاني هاحزف منه المساحة المشتركة يعني مساحة المربع الاول احسبها 100 زائد التاني 100 ناقص 25 لان 25 كده هتكون اتكررت مرتين وهم ايه هقسمها على المساحة الاجمالية واضح واضح استاذ واضح استاذ طيب هو قال لنا احتمال الحوادث غير المتنفية اذا كان ايه وبي حدثين غير متنفين فان ايه او بي بيسوي احتمال ايه زائد احتمال بي ناقص الاحتمال المشترك ده اللي احنا عملنا في السؤال اللي فات خدت بالكو احنا جمعنا احتمال ايه اللي ايه كانت 113 احتمال بي 113 ناقص احتمال ايه وبي اللي هي المشتركة ما بينهم اللي هي كانت عشرين ده القانون اهو بكل بساطة عندي حدثين احداث غير متنفية غير متنفية يعني بينهم مساحة مشتركة هي اللي هي ايه بي يبقى اجيب احتمال الحدث الاول واحتمال الحدث التاني واطرح منهم المشترك طيب الحوادث المستقل ده ان شاء الله اسفل من اللي فات يعني اه بيقول اه يحتوي وعاء على 12 كرة خضراء وتمان كرات بنفس جيه تم سحب كرة من الوعاء عشوائيا ثم ارجعها خلي بالنا من دي سحبها وبعدين رجعها يعني كده الكرات عددهم زي ما هو ما تغيرش طيب ثم سحبت كرة ثانية عشوائيا من الوعاء هل يؤثر لون الكرة المسحوبة الاولى في النواتج الممكنة للون الكرة المسحوبة الثانية هيؤثر ولا لا يؤثر لانه سحب كرة فاكيد بينجس من الكرات لا ما انا قلتلك اهو وشدت تحت خط ثم ارجعها ما هو رجعها تاني اي بس بقيل انه ثم سحب كرة ثانية ماشي طيب بس الكرة الاولى ما هو رجعها ما الى علاقة ما هو سحب كرة ثانية هو بيسألك السؤال فهم السؤال بيقولك هل سحب الكرة الاولى يؤثر على الكرة الثانية ما هو الكرة الاولى سحبها ورجعها هل بقى الكرة الاولى كده هتأثر في النواتج التانية ولا النواتج التانية عادي لا بيكون عادي عادي مش هتتأثر انما هو لو شوفي احتمال هنقولك هو بيمهد لحاجة بيمهد لايه ان انت لو سحبت بدون ارجاع ده هيأثر على السحبة التانية ليه لان سحب اي قرة سحب اي قرة سحب مثلا قرة بنفسجية القرة البنفسجية دي احتمالها كم 8 على الناوتج الكلية 20 طيب لو انا سحبت قرة ورجعتها تاني يبقى احتمال الكرة التانية انها تكون بنفسجية برضو 8 على 20 عادي ورجعت الكرة تاني يعني العدد الاجمالي ما زال 20 وعدد الكرة البنفسجية ما زال 8 يبقى هيفضل الاحتمال 8 على 20 انما انا لو سحبت قرة بنفسجية في السحبة قدي السحبة الاولى هي 8 على 20 احتمالها 28 بدون ارجاع يعني انا سحبت قرة بنفسجية وما رجعتهاش يبقى عدد الكرة البنفسجية اصبح سبعة. يعني ما بقاش تمانية بقى سبعة. وعدد الاجمال بقى هيكون كام? اتناشر زائد سبعة تسعتاشر. يبقى احتمال بقى ان الكرة التانية الكرة التانية تكون بنفسجية هتكون بقى كام? بدل تمانية على عشرين هتكون سبعة على تسعتاشر. واضح? واضح استاذ. واضح استاذ. طيب ده اللي هو عاز يقوله بقى يعني ارجاعها ده مش هيأثر على على السحب اللي ايه المتكرر. انما بدون ارجاع بيؤثر بقى في النواتج الكلية وفي ايه? في عدد الكرة المطلوبة طيب حدد احتمالات كل ساعة. طيب هو عددها مفيش حاجة تتقف. فضاء العينة زي ما هو تمانية واثناشر وفضاء العينة تمانية واثناشر. مش هيطاق. مش هيطاق. يبقى اسمهم ايه? حدثين مستقلين. الحدث الاول اللي هي السحبة الاولى? اه? ما 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 لا تؤثر على الحدث التاني اللي هي السحبة التاني. يبقى اسمها ايه? حوادث مستقل. انما لو السحبة الاولى اثارت على السحبة التانية باسمها حوادث غير مستقل. ده اللي هيقوله في المثال بيه? تم سحب كرة من الوعاء عشوائيا بدون ارجاعها. اهي. نركز بقى بارجاع ولا بدون ارجاع? بدون ارجاع اهي. ثم سحبت كرة ثانية من الوعاء عشوائي. هل يؤثر لون الكرة المسحوبة الاولى في النواتج الممكنة اللي لون الكرة المسحوبة التانية? يؤثر. ليه? السحبة الاولى. ها? فضاء العينة اتناشر وتمانية. يبقى تمانية على عشرين اللي احنا حددناها. او اتنين على خمسة يعني. طيب. اه طب لو الكرة التانية بقى. لو الكرة التانية خضراء يبقى الخضراء هنقص منهم واحد. ها? اللي خضراء يبقى في السحبة التانية الخضراء هينقصوا واحد لان انا قلت بدون ارجاع. يعني احداشر. والبنفسجي زي ما هو تمانية. يبقى مجموعة تسعتاشر واقسم حداشر على تسعتاشر. طب لو قال لي بقى احتمال اه لو الكرة الاولى كانت بنفسجية يبقى التمانية هي اللي هتقلها هتصبح سبعة. سبعة على تسعتاشر برضو. اظن سهل او اللي فاقى مشكلة. تحديت الان سهلة. طيب تعال نشوف الحاول انت حال دي احتوي الصندوق على عشر بطاقات. خمسة سوداء خمسة حمراء. تم سحب بطاقتين من الصندوق. بطاقة واحدة كل مرة. طيب. هنشوف السؤال الاول. سحبت بطاقة عشوائيا مع الارجاع. نركز بقى في ارجاع وبدون ارجاع. دي لازم. دي اللي بتحددها حل ازاي. ثم سحبت بطاقة اخرى على التوالي. هل يؤثر لون البطاقة المسحوبة الاولى في احتمالات البطاقة المسحوبة الثانية؟ يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر. لا يؤثر. ليه؟ لانه مع ارجاع يعني رجعها بعدين. لانه مع ارجاع فتكون الحوادث مستقلة. يبقى احتمال الحدث الاول. هيكون خمسة ازا كانت سوداء او حمراء خمسة على عشرة. احتمال البطاقة المسحوبة الاولى في احتمالات المسحوبة الثانية؟ ايوة يؤثر استاذ. يؤثر. ليه؟ طب لو قال لي لو قلت البطاقة المسحوبة الاولى آآ سوداء. يبقى لو احتمال البطاقة الثانية هتكون كم؟ لو الاولى كانت سوداء. يبقى الثانية هيكون احتمالها كم على كم? يكون اربعة على. الثانية تكون سوداء اربعة على كم? على اه انت جبت السوداء تكون خمسة وحمراء اه خمسة. اه. تكون على عشرة. لا مش عشرة. لا على تسعة. على تسعة. على تسعة. اه? ايوة ايوة صاح النقص لنا بسنين. ايوة نقص من الاجمالي. طيب طب لو قلنا ان الاولى كانت حمراء. اه. يبقى احتمال التانية تكون حمراء هيكون كم؟ اه. اذا سنين هم حمراء يكون اربعة على اربعة? نفسه. لا مفيش اربعة على اربعة. اربعة على العدد النواتج الكل. اربعة على تسعة برضو. اه اوكي. نفس الاحتمال. نفس السوداء ما هو السوداء زي الحمراء. لو انا سحبت الاولى سوداء يبقى التانية تكون سوداء اربعة على تسعة. طيب لو سحبت الكرة حمراء لو التانية تكون حمراء برضو ايه كمان? هيكون اربعة على تسر.